أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة العشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية المعصرة وتوابعها بمركز ملوي بمحافظة المينيا وذلك بمشاركة أربعة عشر كياناً من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من خمسة وعشرين ألف مستفيد وتقدم القافلة حزمة متنوعة من خدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف وكذلك تسليم بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء